كيف تحقيق التوحيد؟ ومن تحقيق التوحيد كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد إلى نهاية الكتاب فبعد أن ذكر لك تحقيق التوحيد أراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك والذي جاء به في تحقيق التوحيد الإمام الخليل عليه الصلاة والسلام ذكر هنا في الخوف فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خليل الرحمن أثنى الله عليه كسر الأصنام بيده ومع هذا يخاف على نفسه ويدعو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إذن أنت من باب أولى كيف نخاف من الشرك؟ الخوف من الشرك يكون أولا بدراسة التوحيد ثانيا بدراسة الشرك حتى لا تقع فيه لأنه قد يقول بعض الناس أنه ليس بمشرك طيب تعرف الشرك؟ يقول لا أعرف الشرك قد تكون واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه الثالث بالدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى كما دع إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبنيا نعبد الأصنام بالبراءة من الشرك وأهله تبتعد عنهم لأنه قال في الدعاء قال واجنبني يعني اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر قال الإمام أحمد رحمه الله قال إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أرى عدو الله لا يريد أن ينظر إليهم نظر إعجاب ومثلا كاس العالم وصارع الحرة لكن باب الدعوة هذا باب غير هذا الباب الاختلاط بهم وما يسمي بعض الناس اليوم من الهجرة الكفار وغيره طيب هذا الباب الرابع ثم جاء بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله كأنه يقول لك أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى التوحيد كما دع الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى قال قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا نبي عليه الصلاة والسلام هذه سبيلي الطريق الموصل إلى الله طريق واحد وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح أدعو إلى الله هذا الشرط الأول من شروط الدعوة شروط الدعوة خمسة الشرط الأول الأول الإخلاص أدعو إلى الله الثاني العلم الشرعي والثالث الحكمة والرابع معرفة حال المدعو إنك تأتي قوما من أهل الكتاب والخامس الصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر إذن هذه شروط الدعوة الخمسة الناس انقسموا تجاه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى طرفين وصل قسم لا يدعو إلى الله وقسم يدعو إلى الله بالجهل وقسم يتوسط الذي تثق منه مئة بالمئة هذا بلغوا الناس تفتي لا تتكلم فيما لا يعنيك لا هل تشك في إفراد الله سبحانه وتعالى بنوع التوحيد الثلاثة لا إذن علموا الناس التوحيد لو دخل داخل الآن وقال أين القبلة ها تقول له راجع الإفتاء لا طالما أنك تعرف القبلة تدل عليه لا تشك في القبلة أصلا لا تشك مثلا في عدد ركعات صلاة المغرب فهذا نعلم الناس لكن الشيء الذي تشك منه واحد في المئة تسكت ولا تتكل جاءت مرأة وقالت زوجي قال لي كذا وكذا هل أنا طالق نقول لا إلى الإفتاء صحيح إذن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لكن بهذه الشروط العلم الإخلاص العلم الشرعي الحكمة معرفة حال المدعو والصبر